أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته طهران على إسرائيل قد حقق كل أهدافه وقال باقري في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن عملية الوعد الصادق نفذت بنجاح وحققت كل أهدافها وأشار إلى أن الضربات استهدفت موقعين عسكريين هما المركز الاستخباري إضافة إلى قاعدة نوفا تيم التي أقلعت منها الطائرات F-35 لشن الضربة في الأول من نيسان وشدد أعلى مسؤول عسكري إيراني على أنه ليس لدينا أي نية لمواصلة العملية ضد إسرائيل فالعملية انتهت من وجهة نظرنا مؤكدا أن الهجوم الذي شنته إيران كان بمثابة عقاب وجدد التأكيد بأن طهران بعثت برسالة إلى واشنطن حالفة إسرائيل عبر سفارة سويسرية مفادها أنه إذا تعاونت أمريكا مع إسرائيل من خلال قواعدها العسكرية في المنطقة فأن قواعدها لن تكون أمنة فأنجام رسيد وبهم أهدافش نائل شد إلا تين أمليات عبور رجيم سهيونيستي على خطوط قرمزي بود كبراي ما بهيج فش قابل التعمل نبود ما این عملیات رو منتج به نتیجه کامل میبینیم